اشتركوا في القناة والعريقة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة والتي يزيد عمرها على مئة عام وأشار زيان لدى حضوره غداء عمل للجمعية البحرينية الهندية إلى أن إجمالية حجم التجارة بين البلدين خلال العام الماضي قد تجاوز حاجز تسعمائة مليون دولار كما قدرت قيمة الصادرات من الهند بأكثر من خمسمائة مليون دولار أما قيمة صادرات البحرين إلى الهند فقد بلغت أربعمائة وخمسين مليون دولار ولفت الزيان إلى وجود أكثر من ألفين وثلاثمائة شركة بحرينية مشتركة مع مستثمرين هنود وثمانية عشر فرعا لشركات هندية إضافة إلى مائة وخمسين وكالة تجارية هندية تعمل في مملكة البحرين في بورصة البحرين أقفل المؤشر العام بانخفاض وقدره نحو نقطة واحدة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاستثمار وقطاع الخدمات وقطاع الصناعة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم تسعمائة وسبعة وتسعين ألفا وثمانية وخمسة وعشرين سهما بقيمة إجمالية قدرها مائتان وخمسة وأربعون ألفا وتسعمائة وسبعون دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال ثمان وخمسين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 52% من القيمة الإجمالية للأسهم